اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعندهم بعض المفاهيم اللي هي المغلوطة بسبب قائمة المنقلات النهاردة خصصنا هذه الحلقة علشان نصحح ونصلح بعض المفاهيم المغلوطة عن قائمة المنقلات لان بعض الناس يعني فاهمين قائمة المنقلات ان هي من ضمن الشرع وطبعا ده يعني ملوش علاقة بالحقيقة خالص وعلى عكس الواقع خالص قائمة المنقلات ليس لها اي علاقة بالشرع طيب الكلام ده هنتكلم فيه زي معودناكم في الجزء التاني من حلقة النهاردة ولكن دلوقتي معدنا مع اول فقرة من فقرات البرنامج اللي هي فقرة اغرب القوانين وفقرة اغرب القوانين اللي اول مرة يتابعنا هي فقرة احنا بنجمع لكم فيها القوانين الغريبة حول العالم هدفنا من الفقرة دي طبعا يعني هو يعني رسم البسمة او اتقال السعادة على المشاهد لان القوانين الغريبة يعني هي بتبقى فيها نوع من السخورية او الفقاه يعني والهدف التاني منها وده الاهم لنا يعني بنعرفكم القوانين اللي موجودة في البلاد حواليك عشان لو صادف ان حضرتك سافرت هذه البلد تبقى عارف قوانونها كويس ومتقاش تحت طائلة القانون ومحصل لكش اي مشاكل يلا بقى بسرعة نبدأ معنا اول قانون من الدنمارك بقول ممنوع الاسماء الغريبة للموليد الجديدة في الدنمارك طبعا القانون ده اللي تتطبق في مصر هنا فيه يعني امهات كتيرة تزعل من الموضوع دوت لان فيه اسامي غريبة ظهرت في الفترة اللي فاتت الاخيرة اسامي حتى يعني نطقها تبقى تقيل علينا شوية طيب الدنمارك عشان تردمن ان هي تطبق القانون ده بشكل صحيح عملت ايه؟ عملت قائمة فيها سبع تلاف اسم واشترطت ان اي حد بيسمي مولود او راح يسجل يعني طفله او المولود بتاعه ان الاسم بتاعه الاسم بتاعه ما يطلعش برا السبع تلاف اسم اللي موجودين ضمن هذه القائمة ولو حضرتك حابب تسمي اسم خارج عن السبع تلاف لابد من حصول على التصريح من الحكومة طيب تاني قانون معانا من البرتغال وقانون يعني مضحك شوية بيقول ان البرتغال اصدار القانون بمنع الناس من قضاء حاجاتهم في مياه المحيط وكمان غلصت العقوبة عليهم وجعلت العقوبة قد تصل الى السجن السجن اللي هو من 3 سنين لـ 15 او لـ 25 لو سجن مؤمن طيب القانون التالت معانا من نيجيريا وبيقول ممنوع السبون السبون والمشروبات الغازية في نيجيريا السبون ان احنا دلوقتي هنا يعني في ظل هذا الوباء معظم البلاد يعني بتتهتف عليه نيجيريا اصدار القانون بمنع السبون ومشروبات الغازية اللي هي زي المنتجات اللي احنا مشربها الغازية ولو حضرتك داخل من المطار بيتم مصدرة هذه الاشياء طيب احنا كده خلصنا اول فقرة معانا اغرب القوانين انتظرونا هنطلع فاصر فاصر كثير ونرجع لكم عشان نكمل موضوع حلقة النهار اللي هو قائمة المنقلات ما تروحش في اي حتة استنانا علشان معانا موضوع مهم جدا وان شاء الله نقدر نفيدكم بمعلومة كويسة عزيزي المشاهدين عدنا لكم من جديد وقائمة المنقلات سيف فوق رقاب المتزوجين عرف سائد في مصر ليس لها علاقة بالشرع او بالدين طبعا في ناس كتير هتهجمني بسبب هذا الموضوع لان هم عندهم مفاهيم مغلوطة نحاول نحن نصححها شوي طيب علشان نبدأ افهمك هي ليه علاقة ليه القائمة المنقلات ليس لها علاقة بالشرع او بالدين لازم نفهم الاول يعني ايه زواج بالطريقة الصحيحة او بالطريقة الاسلامية القديمة علشان نفهم يعني ايه زواج الزوج الاول كان مطالب ان هو عشان يتقدم يعني لخطبة المرأة كان مطالب بحاجتين اول حاجة المهر اللي هو دلوقتي بيكتب مؤخر يعني حضرتك تلما مكتوب في قاسيمة الزواج بتاعتك مؤخر هو ده المهر بتاعي طيب ده بالنسبة للمهر الحاجة التانية كان مطالب ان هو يجهز مسكنة زوجية على نفقته الخاصة بدون مشاركة من الزوجة نهائية يعني ايه يعني حضرتك راح تتقدم لوحدة فانت كنت مطالب ان انت تجهز مسكنة زوجية من الالف الى الياء مسكنة زوجية ده طبعا مالوش شروط مالوش مواصفات معانا ممكن يبقى عشة ممكن يبقى شقة ممكن يبقى فيلا ممكن يبقى أسرع على حسب امكانياتك وعلى حسب الاتفقاء بتاعتك دي حاجة طبعا عشان يعني نظرا للظروف الاقتصادية ونظرا كمان ان يعني تجهيز دلوقتي اي مسكنة زوجية غير زمان زمان اهلينك انا ممكن يتجاوزه يعني في بيت يتلم كده بحصيرة وقلة وسرير صغير لكن دلوقتي الموضوع اختلف تماما نظرا طبعا التكنولوجيا وان اي بيت دلوقتي بيتكلف مئات الالاف فبدأت الزوجة تشارك الزوج في تأسيس منزل الزوجية من هنا بقى نقف لان من هنا بدأت لحظة التحول في تاريخ الزواج يعني ان بدأت هنا تظهر قائمة المنقلات اول ما بدأت الزوجة ان هي تشارك زوجها في مسكنة زوجية او في تأسيس مسكنة زوجية طبعا عايز غضمن حقها فبدأت تظهر هنا قائمة المنقلات وبدأ والد الزوجة ان هو يشترط على الزوج ان هو يمضي على قائمة المنقلات علشان يضمن بيها لو حصل خلاف لقب الله ان هو في حاجات هي جايبها يضمن ان هو يعرف يسترجح حالي فبدأ الاول كان بيكتب الحاجة اللي هي جايبها بس الزوجة بعد كده عشان يعني الاب يضمن حق ابنته اكتر فبدأوا يكتبوا قائمة المنقلات بجميع المنقلات اللي هي شاريها الزوجة وكمان اللي شاريها الزوج وبعد كده بدأت كتب فيها الدهب طيب 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 اتوفر الشروط اللي هو المهر بتاعك اللي هو زي ما قلنا اللي هو المؤخر وان هو جاهز مسكن الزوجية اذا النهاردة قائمة المنقلات ليس لها اي علاقة بالشرع طيب يعني ايه الكلام ده يعني انت حضرتك لما تيجي تطلبي حقك بعد كده المفروض شارعا ان انت تطلبي الحاجة اللي انت جايبها بس لكن الحاجة اللي هو جايبها دي مفروض ان هي بتاعته ترد اليه تاني طيب اه عشان نعرف بقى عقوبة قائمة المنقلات قائمة المنقلات في العرف هي تسمى عقد عارية الاستعمال من ضمن عقود خيانة الامالة الامالة بيطبق عليها نص المادة 341 من قانون العقوبات اللي هي عقوبتها الحبس والحبس عندنا اللي هو من 3 سنين من 24 ساعة الى 3 سنين طيب ازاي تتحول الايمة الى نزاع مدني وازاي تعرض منقلاتك عن طريق الاسم وهل تعتبر القائمة دين على الزوج في حالة الوفاء ويعلاقة القائمة بالطلاق والخلع كل كل ده هنعرفه مع ضيفنا الكريم اللي اشرفنا في الفقرة التانية سيادة المستشار محمود سعد العريان المحامي بالنقد والدستورية العليا ابكوا معنا